بسم الله الرحمن الرحيم مثل المنافقين والهداية كمثل الصيب المطر النازل من السماء المطر خير ورحمة ينزل من السماء ليزدهر العالم ولكن يرافقه شيء من الظلمات بطبيعة الحال السحاب فيه شيء من الظلمات يمنع نور الشمس تراكم الأمطار يسبب الظلمة يمنع نور الشمس لأنه يحول بين الضياء وبين الأرض السحاب المتراكم أيضا يوجب ظلمة الفضاء ويرافق المطر عادة أيضا رعد وبرق من الأمور المخوفة فمن يمشي في ظل هذا المطر فأنه وأن كان ينتفع بهذا المطر لأنه سبب خير ورحمة وبركة لكن يصيبه شيء من الخوف فيجعل أصابعه في آذانه لماذا؟ لأنه يخشى صوت الصواعق لأن الصاعقة إذا نزلت تقرع الأسماء بصوتها الشديد هذا الصوت الشديد قد يوجب انخلاع القلب فيموت الإنسان من الخوف هذا مثل المنافق أو كصيب من السماء يعني المطر الهاطل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون هؤلاء المنافقون أصابعهم في آذانهم من خشية الصواعق حذر الموت ولكن ليتصور هؤلاء المنافقون أنهم يتمكنون الفرار من بأس الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأن الله محيط بالكافرين إحاطة علم وقدرة فيأخذهم على حين غره يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق هذا البرق اللامع في السحاب يخطف أبصارهم هذا كناية عن العمى يعني يعمي أبصارهم من كان يمشي في ظل هذا المطر الشديد هذا البرق يكاد يعميه كلما أضاء لهم يعني أبرق يشوفون طريقهم بسبب هذا البرق فيمشون ما شوا فيه فيستفيدون من هذا النور وإذا أظلم عليهم لم يبرق قاموا يعني قاموا في أماكنهم وقفوا لم يتمكنوا من الحركة ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بسبب برق قوي اللي يوجب العمى عند الإنسان لأن النور إذا كان قوي يعمل إنسان إن الله على كل شيء قدير الله ما يمنعه شيء هسا الإنسان يخليه أصبعه في أذنه أو يغمض عينه هل هذا يمنع الله تبارك وتعالى عن أن يذهب بسمعه أو بصره كلا هذا المثال ذكره الله تبارك وتعالى لتوضيح حال المنافق انطبق المثال على المنافقين الصيب هو الحق النازل على الرسول صلى الله عليه وآله أو كصيب من السماء البرق تقدم المسلمين وكل شيء يسبب إنارة الطريق الرعد والصاعقة الأهوال المكتنفة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله ووعيده للكفار والمنافقين المنافقون مثل الشخص المبتلى بهذا المطر الشديد في الصحراء الحق مثل المطر اللي فيه الحياة لكن يرافقه الظلمات ظلمات الحروب ذهاب الأنفس الأموال الثمرات احتمال غلبة الكفار ولكن فيه برق ينير طريق الحياة السعيدة وفيه رعد وصاعقة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يسبب فضيحة للمنافقين سرعة تقدم المسلمين تعمي المنافقين لأن العين إذا نظرت إلى ما لا يسرها اضطربت ودمعت وإذا كثر ذلك تكاد أن تعمى كلما أضاء لهم غلب المسلمون في الحر حصلوا على الغنائب المنافقون يتبعون الرسول صلى الله عليه وآله وإذا أظلم عليهم غلب عليهم الكفار وقفوا وقف المنافقون وقاموا في مكانهم لا يعملون شيئا ولا يتقدمون ويخافون من الفضيحة الله تبارك وتعالى أنزل آيات في شأن المنافقين فهؤلاء من شدة خوفهم يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى ما يسمعون هذه الآيات أو يتغفلون عن هذه الآيات لأن بمجرد ما يفضحون تتبين على ملامحهم آثار الانهزام لأن المجرد إذا سمع فالشيء يرتبط به وبإجرامه يتبين ذلك على ملامح وجهه يصير أصفر أو يضطرب ومع ذلك هذا التغافل أو عدم السماع ما ينفعهم فجعل أصابعهم في آذانهم لا يدفعوا عنهم الموت لأن الله تبارك وتعالى قادر عليهم يقدر على فضيحتهم يقدر على الذهاب بسمعهم وبصرهم فهذا النفاق لا يسبب لهم الراحة كما هم يتصورون بل هم في أشد بلاء ومحنة إن الله على كل شيء قدير هذان مثالان الآيات السابقة التي بيناها في البحث السابق وهتان الآيتان مثالان لحال المنافئ المثال الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا مثال لحال المنافق نفسه هذا المثال الثاني مثال الحق اللي يغمر المنافق لكنه لا ينتفع به نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الأخيار ويبعدنا عن كل كفر ونفاق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر